يناقش مجلس الأعيان في جلسة يوم غدن الأحد تقرير لجنته المالية وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 مناقشة مشروعي الموازنة يأتي بعد إقرارهما من مجلس النواب بالأغلبية وبعجز يبلغ مليارين وثلاثمائة مليون دينار وعقب انتهاء اللجنة المالية لمجلس الأعيان من مناقشتهما والتوصي بإقرارهما كما ورد من مجلس النواب وخرجت اللجنة بعدة توصيات من أهمها وضع خطة لأعادة التوازن للعبء الضريبي ومعالجة الدين العام إضافة إلى التركيز على مشاريع الشراكة وتسهيل بيئة الأعمال وفي حال موافقة الأعيان يرفع مشروعي القانونين إلى جلالة الملك للمصادقة عليهما ونشرهما في الجريدة الرسمية